اهلا بكم مشاهدين الى هذه المقابلة الخاصة مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيداروس الزبيدي اهلا بكم سيادة اللواء شكرا جزيلا على اصلافكم هذا اليوم القناة هي طبعا العربية والحادث وشكرا لجهوركم الذي اتيتم بها ابدأ معك بالتطور الابرس في الآوينة الاخيرة وهو استهداف الحسيين للامارات لماذا برأيكم بعد ان كان تركيز استهدافاتهم على السعودية انتقلوا اليوم لاستهداف الامارات فرصة سعيدة اولا نشكر قوة دول التحالف العربي بغير المملكة العربية السعودية على كل الجهور التي تقوم بها في اليمن وذلك الاستقصال تنظيم الحوثيين الارهابي بداية اول مطالب المجتمع الدولي ادراج منظمة انصار الله ما يسمى الحوثيين الى قائمة الارهاب كونها قد بغت في المنطقة استهرفت الاراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية وخلال الايام الماضية استهدفت دولة الامارات العربية المتحدة هذه البوابة بوابة منطقة الشرق الاوسط يعني الحوثيين اصبحوا قوة ارهابي بما يعني الكلمة فنحن نطالب كل من تضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في قصف الحوثي الاخير ان يتحول هذا التضامن الى يعني ادراج منظمة الحوثيين الى قائمة الارهاب الرئيس الامريكي جو بايدن قال بالامس بان هذا الموضوع قيد الدرس ولكن حتى لو تم ادراجهم على قوائم المنظمات الراعية للارهاب هل برأيكم هذا يحل المشكلة؟ هل هذا فقط هو المطلوب؟ هو لا يحل المشكلة لكن ستظل هدف لكل القوى الدولية الشريفة والذي ستطلب السلام طبعا قوات تحالف العربي اليوم يعني ستصارع الحوثي لحالها في المنطقة فنحن نطلب من المجتمع الدولي أن يتضامن مع قوات تحالف العربي وغيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية كون دورها المتميز الأخير في شبوى أرغم الحوثيين أنهم يردوا الرد يعني هذا الذي سيأتي على نهايتهم بإذن الله تعالى هل تعتقد بأنه يجب انتهاج استراتيجية جديدة لمواجهة الحوثيين بعد كل هذه التطورات؟ المرحلة هذه مرحلة فعلا مرحلة قديدة يتطلب من المجتمع الدولي وبالذات دول التحالف العربي العمل بقدية طبعا يعني لمواجهة الحوثي وتمدد الحوثي باعتباره يعني ذراع الإيران في المنطقة فوقود الحوثي في اليمن بالذات يعني يهدد الأمن الغومي العربي في المنطقة ولكن بالإضافة إلى دور المجتمع الدولي ودور التحالف العربي ألا تعتقد بأن الدور الأبرز يقع على عاطق القوات اليمنية نفسها المقاتلين اليمنيين ألا يستوجب ذلك برأيكم توحيد صفوف جميع المناوئين للحوثي إن كان على المستوى العسكري أو السياسي الأمانة أن المملكة العربي السعودي بذلت قهود كبير وخرافي صراحة وإلى قانبها الإمارة العربية المتحدة في توحيد قهود كافة القوى يعني ما فيها الشرعية والمجلس الانتغالي وقوى الأحزاب في مواقعات الحوثي إلى قانب أنهم بذلوا مجهود في الميدان طبعا لكن هناك طبعا هناك تيارات لا يريدوا للعملية أن تنجح وفي إجهاض من داخل أقنحة الشرعية نفسها يعني هناك قوة يعني تتبع الأخوات المسلمين بشكل دقيق يعني هم من يخذ التحالف بشكل دائم مستمر لكن المملكة العربي السعودي إلى هذه اللحظة وهي تجمع كل القوى اليمنية لتوحيد في صف واحد جبا واحدة لمواقهة الحوثي يعني وأنهى الحوثي في اليوم بشكل عام طب ألا تعتقد على سبيل المثال للحصر اليوم ما الذي يمنع توحد كل القوات المقاتلة في أبيان لتتوجه بصف واحد إلى البيضاء المجاورة والتي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثي هذا هو يعني القهد الصحيح أن كل القوات تتوجه إلى يعني جبهات القتال ونحن طالبنا ولازلنا طالب تنفيذ اتفاق الرياض وهو التوجه كل القوات العسكرية إلى جبهات القتال وبقاء قوات الأحزام الأمني والقوات الأمنية والشرطة هي لحماية طبعا المدن في المحافظات الجنوية والمحررة هذا الكلام نحن نتكلمنا به ورفعنا خطتنا العسكرية إلى قوات التحالف بشكل واضح نحن على استعداد إلى الذهاب يعني إلى جانب قواتنا الموجودة في جبهات القتال نحن قواتنا متواجدة طبعا من الساحة الغربي إلى شبوها يعني المجلس الانتغالي القنوبي وقوات القنوبية هي أكثر فعالية طبعا ولا يقدر لدينا مانع أن تذهب كل القوات إلى جبهات القتال ويتم يعني إمدادها وتأمينها بشكل كامل ذكرت بأنكم قدمتم خطة للتحالف وحضرت قادم من السعودية على ما تم الاتفاق هناك الاتفاق هو أن المملكة العربية السعودية تغود كافة الجهود في اليمن بما فيها العمليات العسكرية إلى جانب قوات الإمارة العربية المتحدة وهذه الجهود هي حصيلة يعني فترة طويلة هي ست سنوات وإن شاء الله نتكلل يعني بإنهال حوثي من اليمن نهائيا ذكرت في سياق حديثك بأن الأخوان هم من يجهدون هذه الجهود البعض يقول بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا يلعب دور سلبي في هذا الإطار يصاعد بين الحين والآخر وهذا ما يؤدي إلى عدم الحفاظ على وحدة الصف المناوئ للحوثي كيف تردون على ذلك؟ المجلس الانتقالي الجنوبي إذا كان يجهد أو يعرقل لما ذهبنا إلى الرياض أساسا نحن مسيطرين على معظم محافظة ما فيها العاصمة عدا نرى الآن نعطل فلن نذهب إلى الرياض وعلى الإدارة الذاتية كان سيستمر لكن تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية ودور الإمارات في هذه الحرب ذهبنا إلى الرياض وتم تصميم اتفاق الرياض ونحن فعالين في اتفاق الرياض ونطالب تنفيذ اتفاق الرياض من ضب المملكة العربية كراعي لهذا الاتفاق بذكرك الاتفاق الرياض وكنت سأسألك عنه نفذ الشق السياسي عبر تشكيل الحكومة الشق الاقتصادي في طور التنفيذ ما الذي يمنع تنفيذ الشق العسكري الأمني الشق العسكري هو تنفذ فعلا وقد اعلنت المملكة العربي السعورية في المراحل الأولى تنفذ معظمه ولكن هناك شق في المحافظات لم يتنفذ هو تعيين محافظين ومدراء من محافظات محرر لم يتنفذ حتى هذه اللحظة أيضا الشق العسكري هناك محافظين على قبهاتنا بعكس الطرف الآخر في مأرب تم اختراق القبهات وفي شبوة تم سقوط شبوة قبل أشهر الذي كانت هناك شرعية طبعا وفيها من الأخوان المسلمين لهذا السبب سقطت قواتنا مرابطة في القبهات بشكل كامل من باب المندب إلى الساحة الغربي إلى شبوة ونحن لم تسقط أي جبهة يعني قوات جنوية فيها لم تسقط إلى اليوم متر واحد لم يسقط بل نحقق تقدم تقدم في العمق الحوثي وهذا يعني رصيد القوات الجنوبية والتعالف العربي يعرف هذا الكلام تلقي المسؤولية على الأخوان وبطبيعة الحال هناك تمايز واختلاف بينكم وبينهم ولكن ألا تعتقد بأن للمرحلة أولوياتها وبالتالي يمكن أن يكون لدينا عدو خطر ولكن عدو أكثر خطورة وبالتالي يجب أن نتحت في سبيل إنهاء العدو الأكثر خطورة نحن دخلنا اتفاق الرياض ونحن نتوحل القهود للكل لكن عدم تطبيق اتفاق الرياض هذا يعرغل ومن هو المعرغل هو قذب الشرعي المعرغل ليسنا نحن نحن لو كان أنا بيدي أن أعمل قرارات جمهوري لن أتأخر دقيقة واحدة وسنذهب جميعنا إلى جبهة القتال المجلس الانتقالي القنوبي دائما هو يتعامل بشكل إيجابي مع قوات التحاول العربي وغيادة المملكة العربية السعورية كان على المستوى العسكري أو على المستوى الأمني أو المستوى السياسي أما المستوى الاقتصادي كل الموارد لا زالت بيد الحكومة الشرعية والرئيس هادي بهذا الإطار البعض يتهمكم بأنكم لا تتقنون ربما اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ مشروعكم أو لا تحسنون تحديد الأولويات وهذا أحد يعني العوامل التي تساهم باستمرار شرذمة الصف كيف تردون عن ذلك؟ نحن عندنا مشروع وطني ومشروع أرض وإنسان نحن لسنا يعني في حفلة زفاف نختار موعد المحدد يعني أو يعني رأسنا من شأن الناس الفتء نضرب نحن مشروع الوطني ممكن نحدده نحن مساره يحدده مسار الشعب الشعب هو يحدد مسار هذا المشروع ونحن نعبر عن تطلع شعب القنوب ولولا يعني المشروع العربي لتقول المملكة العربي السعوري لا أعلننا يعني مشروعنا بشكل يعني بشكل مباشر ودنيا بلال قهران إيش المشكلة بالنسبة لنا لكن نحن سنمشي مع مشروع التحالف العربي إلى أن ينتهي درع إيران في اليمن إنهائيا وهذا يعني عهد قطعنا على أنفسنا أن نذهب مع أشقاءنا في المملكة والإمارات إلى أن تنتهي مهام ومبادئ وأهداف عاصفة الحزب التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بأي جبهات تتحرك اليوم وبأي جبهات تنوي التحرك أيضا هنا قواتنا جاهزة طبعا للتحرك في أي موقع تطلب الذهاب إليه خاصة ونحن تكلمنا مع شعب القنوب أننا إلى جانب التحالف العربي في أي معركة مصيرية يعني أهدافنا هي طبعا تأمين دولة القنوب ومحافظة القنوب لكن هذا لا يعفينا أن نقوم بمهامنا إلى جانب قوات التحالف بالذهاب إلى أي موقع آخر يتطلب وقلنا فيه لماذا تعتقد بأن دوركم محصور في الجنوب؟ لسنا بالجنوب فقط قوات العمال تحركت من الساحة الغربي كلها جنوبية مئة بالمئة لأن تحركت إلى وحررت ثلاث مديريات في شبوة وهذا السبب الذي جعل العوذين يضربوا يعني يستهدفوا أبو ظبي طبعا وبي يدفعوا ثمن غالي طبعا باليمن أو خارج اليمن منظمة إرهابية بالنهاية ما الدور الذي تطلعون به للحفاظ على الملاحة البحرية في خليج عدن؟ حسنا تكلمنا طبعا مع قوات التحالف العربي نحن بحاجة إلى قوات خفر السواحل ولسنا بحاجة إلى قوات بحرية طبعا بهذه المرحلة قوات خفر السواحل هي التي تؤمن يعني الملاحة البحرية طبعا من باب المندب يعني بالبحر الأحمر إلى البحر العربي وهذه مساحة شاسعة وكبيرة نعاني كثيرا طبعا من حجرة أفريقية ومن مرور إرهابيين أحيانا من الغرن الأفريقي إلى اليمن ولا نمتلك أي قوات لا خفر السواحل ولا قوات بحرية في اليمن حتى هذه اللحظة ونحتاج إلى دعم أقليمي دولي لتأسيس خفر السواحل لتقوم بدورها وتمنع القرصان البحرية الذي يقوم بالحوذي بعد كل هذه التطورات هل تعتقد بأن اتفاق ستوك هولم لا يزال قابلا للتنفيذ؟ كان لنا رأي من أول يوم نحن بالنسبة لاتفاق ستوك هولم أن اتفاق أتى لحماية الحوثيين صراحة بعد أن كانت قوات العمالغة بالكيلو 16 على مشارف مدينة الحديدة أو قد بدأت ترخل في قزم مدينة الحديدة وهذا الاتفاق أتى لحماية الحوثيين صراحة نحن بنظرنا كمجلس انتقالي وكجنوبيين يعني أن هذا الاتفاق لا يأتي إلا لصالح الحوثي وحاليا يعتبر ميت صراحة بهذا الإطار فعلا كنا دائما نلاحظ عندما تتقدم الشرعية ميدانيا كان فجأة يصر المجتمع الدولي ويضغط لاستئناف المفاوضات وهذا عادة ما كان يؤدي إلى التقاط الحوثي لأنفاسه إلى استعادة مناطق كانت تحت سيطرة الشرعية اليوم وخصوصا وبأن المبعوث الأمريكي أتى إلى المنطقة ليندر كينغ لقيام بجولة وعلى ما يبدو سيفعل الحل السياسي هل ستقبلون بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟ أحنا هدفنا السلام والحوار هذا مبادئ من مبادئ المجلس انتقالي قنوبي والمفاوضات سنقبلها مع أي طرف آخر يعني يهدف السلام والأمن بالمنطقة لكن الحوثي من خلال تقاربنا معه من خلال تقارب نظام علي عبدالصالح هو يمكن أكثر من ستة حروب خالها يعملوا هدنة يستعيدوا أنفاسهم يعيدوا تنظيم قواتهم ويرتبوها ويعيدوا حرب قديدة مرة ثانية مرة ثالثة يعني من خلال تقاربنا معه الحوثي يعني مراوغ في عمله ويعني كله يعتمر على مبدأ التقية أنه يتكلم كلام ولكن بالنهاية ولا كأن شي حصل يعني هو لا يهم إلا أنه يدخل في حرب مستمرة وأفضل حالة مثالي للحوثي أن يستمر في الحرب السلام لا يستطيع أن يحكم لأنه لا يستطيع تلبية مطلبات شعب الشمال وأبناء الشمال ووجود الحرب وإستمرار الحرب هي الطريقة المثلة للحوثي ولكن هل تعتقد بأن هذا الوضع يمكن أي طول ولا تظن أنه بالنهاية ستجبر كل الأطراف عاجلا أم آجلا على الجلوس إلى طاولة الحوار؟ كل التجارب العالمية انتهت بحوار ومفاوضات وأفضت إلى سلام هذا المسألة الطبيعية بعد الحرب العالمية أولى والثانية ونحن بنفس المنهال أنا متأكد أن نحن سنذهب إلى طاولة الحوار ومفاوضات بس هل نذهب أقوية أو ضعفة؟ نحن هذا اللي نريد أن نذهب كجنوبيين ونريد أن نذهب حتى كشرعية وقوة تحالف مع المجلس الانتقالي نذهب إلى طاولة المفاوضات وأمامنا الحوثي يمين كسر بل لا نريد أن نفاوض الحوثي وهو إرهابي صراحة إذا صنف بقامة إرهاب فنحن لا يمكن أن نتفاوض معه إطلاقا هل تعتقدون بأن التطورات الأخيرة يمكن أن تضغط على المجتمع الدولي وتحديدا على الإدارة الأمريكية التي لا تزال مترددة وتفرض إعادة وضعه على لائحة المنظمات الإرهابية؟ الإدارة القريدة هذه ثقبت خطأ أنهم عفوه من الإرهاب ولو كانوا صبر وكان وجه الحقيقي شافوا على وضعية الحقيقي هو إذا صنف من قبل ولاية المتحدة الأمريكي وأنا متأكد أن دول كثيرة ستأيد هذا الطرح انتهى الحوار المفاوضات مع الحوثي خلاص لازم نقلعهم داخل اليمن كسلطة حاكمة وقاثمة على شعب الشمال لازم ينتهي لازم ينتهي وما هي مفاوضات معه إذا صنف إرهابيا على المدى الطويل فيما لو عدتم إلى طاولة المفاوضات كمجلس انتقالي جنوبي من أي منطلق تذهبون للتفاوض هل من منطلق مثلا مطالبة بدولة اتحادية من ستة أقاليم كما نصت مخرجات الحوار هل من دولة فدرالية من أقلمين أم أبعد من ذلك من خلال مطالبة من الفصال التام للجنوب والله إحنا برنامجنا السياسي بمجلس انتقالي الجنوبي يحدد ثلاثة خيارات وهذه الخيارات يعني يقررها شعب الجنوب بنفسه الخيار الأول العودة إلى دولة ما قبل 1990 بحدودها المتعارف عليها الخيار الثاني دولة التحادية مثلا يعني كل بلد يحكم نفسه ولكن في دولة مركزية والخيار الثالث الاستمرار بالوحدة اليمنية هذه اللي هي موجودة هذا الكلام يقرر الشعب الجنوب باستفتاء يعني وحق تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة فنحن تاركين هذا الخيار تكون له لشعب الجنوب وماذا تعتقد الشعب الجنوب يريد؟ أنا لا أسبق الأحداث لكن أنا أعتقد أنه يناضل على استعارة دولته كاملة السيادة وعاصمة عدن طب بغض النظر عن رغبة الشعب هل تعتقد بأن ظروف مؤاتية والمجتمع الدولي يرحب اليوم بانفصال أي إقليم أو أي منطقة ولو حتى جرى استفتاء وكان لصالح عن انفصال رأينا أقليم كردستان يعني الكرد صوتوا لصالح انفصال الأقليم عن الدولة الاتحادية أيضا بأقليم كتالونيا في إسبانيا ولكن بالرغم من ذلك لم ينجحوا في الانفصال التام لأنه ببساطة المجتمع الدولي لا يرغب بذلك أنا أتمنى أن تكوني متفائل لأن شعب الجنوب عنده إرادة قوية والمجتمع الدولي سيستجي بالشعب الجنوب إذا ثبت على الأرض وقال أريد حقي كامل غير مغوص المجتمع الدولي لا يكون نيابة عن شعب الجنوب ماذا يقرر شعب الجنوب الجنوبيين إذا قرروا استعادة دولهم على المجتمع الدولي أن يلبي لهذا الطلب والأمم المتحدة صممت على هذا الأساس أنها تعطي الشعوب حق تقرير مصيرها في السيارة على أرضها بالعودة إلى التقارير التي تتحدث عن تعاون بين القاعدة والحسيين وكان الدليل في هذه التقارير بأن الحسيين لم يستهدفوا القاعدة لم يستهدفوا يوما مناطق تابعة لسيطرة الحسي وإنما كان استهدافهم مركزا على المناطق التابعة للشرعية وتحديدا عدن لماذا برأيكم؟ هنا بيننا صراعا نحن الأخوة المسلمين وهناك قيادة في أعلى هرم السلطة من الأخوة المسلمين وهم صمموا القاعدة وداعش على أن تكون في الجنوب فقط وظلوا يضخوا بمعلومات التقارير للأمريكان والغرب أن القاعدة هذه موجودة في الجنوب وليس موجودة في الشمال وأنها معظمها من الشافعيين والسنين هذا تصميم كله تصميم من حزب الأخوان الذي معروفين طبعا معروفين على رأسهم لا نذكر أسماء لكن بهيئة الرئاسة نعيب الرئيس هو على رأسهم وأرادوا أن يقنعوا العالم أن الدواعش والقاعدة في الجنوب ليس في الشمال وهذا من صنعهم ولا زالوا حتى هذه اللحظة يصنعهم وينتقوهم فنحن غريمنا وعدونا بالجنوب بشكل عام هو الأخوان المسلمين هم من ينتق هذه التنظيمات الإرهابية بعدا شكلت حكومة مناصفة وأنتم تمسكون بالأمن هناك لماذا لم نرى استدباب للأمن لماذا لم نرى تنمية لماذا لم نرى حكم يعني يكون نموذج لباقي المناطق تقول ليش حاجة بيت من الشعر يعني يمكن ما تعرفيش عدن وندعيش للإثنجلي لعدن مشان تشوفي الوضع الوضع الأمني بعدا نحن نواجه يعني منظمات إرهابية مزدوقة طبعا الحوثي يشتغل على عدن والفترات الأخيرة وحاول بغيام تفجيرات والقاعدة ودعش المجلس الانتقالي وقوات الأمن الذي تعمل هناك تعمل بأقصى يعني هناك شيء متوفر ضئيل جدا من الإمكانية المتاحة لها كانت يعني جوانب تقنية أو تدريب أو يعني هنا اكتفينا بما قام به قوات التحرف العربي هو في عهد الإمارة العربية ببتالي أنه كانوا عدن هم من الذين يدربوا لنا هذه القوات المكافحة الإرهاب أو تثبيت الأمن والاستقرار لكن الإمكانية الضرورة يعني شحيحة جدا إلى هذه اللحظة صراحة أيضا هناك يعني القانب الاقتصادي هناك لا يوجد تنمية اقتصادية والحكومة لم تقوم بدورها مثلا بالقانب الاقتصادي لأنها في حالة حر ويأدوب تدفع الرواتب كل ثلاثة شهر أربعة شهر للعسكري يعني عسكري بالأمن يستلم راتب بعد ستة شهر أيش توقعي أيش من أدا يأديه هناك يعني وضع اقتصادي متعب كان للموظف المدني أو الموظف العسكري الموظف العسكري هو أكثر يعني أكثر إرهاق لأنه يقوم بواجبات ميدانية ولكن الوضع يعني نتأمل من التحالف العربي أن يعيد يعني دعم قوات الأمن بالذات المكافحة الإرهاب أو تثبيت الأمن والاستقرار في المدن دائما هناك انتقادات لدور الأمم المتحدة في اليمن وكأنها تحاول الحفاظ على الوضع القائم الوضع السيء القائم كيف يفسر هذا التخاذل من قبل الأمم المتحدة دور الأمم المتحدة محدود والغاية عندنا ما نشوف دور مركزي ويبدو علينا غاية نهائية بعد أن الوضع صعب جدا صراحة كارثي لكن لا نتكلم في حالة حرب نحن وقهنا كل قواتنا وكل ما نملك لقبهة القتال ويعني لقان قوات التحارف العربية الوضع الاقتصادي متعب منها كصراحة العملة في حالة انهيار بستمر ما توقفت ونزيف داخلي وكل يدفع الثمن هو المواطن صراحة شكرا جزيلا لك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدا روس الزبيدي على هذه المقابلة شكرا لكم قناة الحالة العربية